السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرات أخي كانت تتجسس على مكالماتي مع أخي كانت حطك تليفون وبرنامج ينقل لها كل ما يجرى من مكالمات بينه وبينه وتسمع كل شيء وانا ما تقولش اسم البرنامج السيارات تقوم بها على مبيلات تزولها ولا حاجة تبقى مشكلة أمم سليينك ما عاملين برنامج ودنين ونجحت أنها يعني تحدث مشاكل بيني وبينهم كما حكم التجسس بين الناس وحدوث الفتنة وما حكم أنها سبب في قطيعة كبيرة الآن بيني وبين زوجي مع العلم أن كل مكالماتي معه نصيحة وعتاب أنه مش مهتم بزيارتي كثيرا وحسبنا الله وانا ما الوكي التجسس من الكبائر الأصل في التجسس أنه من الكبائر لأن النهي فيه صريحة ولا تجسسه ولا يغتب بعضكم بعضا إنما يسمح في التجسس فقط لما تبقى مصلحة عامة للدولة يعني بعض الأجهزة مهمتها الحماية والأمن سواء في الداخل ولا في الخارج وحماية المجتمع من الجريمة وحماية المجتمع من مثلا الرشوة من الأمور العظيمة اللي احنا قد تحدث فسادا عظيما فبعض الأجهزة المعنية بهذا بنرخص لهم بهذا أحيانا نجيبها كمان ليه لإيقاف الجريمة أو منع الجريمة يتجسس عشان ما تعصرش قتلة يتجسس عشان ما تكملش عملية الرشوة عملية الفساد عشان يدفع ضرر عن البلد كل هذا مش بس جائز دواجب والاحتياط واجب وهو من الأسلحة المهمة الوقائية والدفاعية هو في نفس الوقت الهجومي هذا أمر بالنسبة للدولة ومصالحها ومشاكل ذلك إنما أنا أتجسس على مراتي ولا مراتي تتجسس عليها ما ينفعش هذا لا ينبغي أبدا أبدا بالعكس يا أخوانا إحنا أمرنا بالتغافل يعني أنا ما شفت الفون مراتي قدام ميني ما بصش عليه ما بص عليه افرق كتبة لزميلتها ولا كتبة الأمها ولا بتاع أي المشكلة ما الناس تفتفض مع بعضهم وحرين مع بعض ربنا الله يا حاسب لنا الظاهر أنا شايف مراتي بتاع منك وصلا لا متشكلين ربنا يا كلمة ليه أفحر ودور وأعمل ليه يفرد واحدة بعتالي كلمتين طيبين وأنا ردت ولا ما ردتش عليها مثلا يعني أنا مالي فأمراتي تشوف تليفوني فتنزعج وتبتدي تعمل تربط أمور بضعضها قد تكونوا خطأا وفي الغالب تبقى خطأ وتهدم البيت في النهاية مثلا فالتجسس حرام ده الأصل إلا أن تستدعي الضرورة وليس من الضرورة إن أخرب بيتي بيه ولا ولا لآخر ينفع عمل ده مع عيالي لما يبقوا أولادي فيهم ظن اللي بيعملوا غلط بس إنما ابني الحمد لله ما نش عالف عنه غلط ولا حاجة ما تجسسش عليه برضو إنه حاجة مهمة جدا منفعش أتجسس على ابني بيعتبره ابني أنا فقط أفعل هذا دفعا لمضرة أو مفسدة كبيرة لما أعرف إن ابني ماشي في حتة غلط ولازم أجسر عشان أرجعه والله أحلام حياكم الله فيكم